أعزائي المشاهدين من واصل دراستنا من مدينة أفسوس القديمة عن رسالة بولوس رسول إلى أهل أفسوس هذه الرسالة غنية جدا وجميلة جدا تتكلم عن غنى المسيح في حياة المؤمن المسيح في المؤمن والمؤمن أيضا في المسيح هي رسالة السماويات والنعم والبركات أيضا وهذه الرسالة فيها عقائد مسيحية رئيسية رسمية من بداية الإصحاح الأول عقيدة الاختيار وعقيدة التبني والتقديس والتمجيد والفداء وعقائد أخرى لهوتية مجيدة ولكنها رسالة عملية جدا فيها تشجيعات ومباركات من الرب يسوع لكنيسة أفسوس في هذه الحلقة رح تكلم عن عمل الوحدة عمل وحدة الجسد وأنا بشجعك أنك تشاهد هذه الحلقة رح تكون بركة لحياتك ابقوا معي سأعود بعد قليل منوصل دراستنا من أفسوس القديمة عن وحدة جسد يسوع المسيح وما عمله المسيح قبل الميلاد وبعد الميلاد أقصد ميلاد المؤمن وشو التغيير اللي حدث في حياة المؤمن أنا موجود في منطقة تسمى السوق العام أو الساحة العام للأغورا السفلة اللي بتنزل من فوق من خلف مكتبة سلسس لكن الطريق المؤدي إلى طريق الميناء اللي بيقطع من المسرح الروماني حتى يوصل ميناء أفسوس القديم يسمى الأركادين أو حتى كانوا يسموه طريق الرسل لأنه بولوس، تمثاوس، يحن الرسول مع القديسة مريم العضراء كلهم صاروا في هذه المنطقة السوق العام عادة مثل ما بتشوفوا أثارات الدكاكين العمدان على الأربع جهات ومن الداخل الدكاكين للمبيعات والمشتريات أيضا أيضا السوق العام أو المساحة هاي الشاسعة اللي انتوا شايفينها ورائي كانت الناس تأتي بأفكار جديدة، فلسفة جديدة، خطابات جديدة وتتقابل في هذا المكان هذه المنطقة طبعا تراجعت إلى الوراء بسبب الطمي والطين اللي كان بينزل من نهر كيستر في الميناء مما أدى لتراجع البحر والمنطقة كلها أصبحت منطقة زراعية خصبة ومشكلة أخرى أنه الرومان لما جاءوا قطعوا الشجر كله فأفسوس مبنية بين جبلين وطبعا بنوا البيوت بشكل مدرجات لكن لم يعلموا أنه الشجر هو اللي بيمسك التربة فالتراب عندما نزل غطى معظم المنطقة حتى المسرح الروماني اللي شايفين وراي بيسع لـ 25 ألف نسمة اكتشفوا نسبة أو علو الطين والتراب أكثر من 3 أمطار والمنطقة وين إحنا منصور كانت كلها مغطاة بالطين والتراب إذا بتطلع معي خلف العمدان وين الشجر الأخضر كانت على هذا المستوى فالحفريات قاموا بالحفريات حفروا تقريبا 20% من البلد لكن تحتاج إلى 80% مزيد من هذه الحفريات شيء جميل أنه نقف على التاريخ اللي بيتكلم عن عظمة أفسوس في كل مكان سواء في الأغورا التجارية مكتبة سلسيوس أو المسرح الروماني أو الطريق القديم طريق الميناء القديم اللي بيأدي إلى ميناء أفسوس أحبائي الرسول بولوس مرة أخرى بيكتب من السجن وبيذكر المستمعين والمؤمنين في أفسوس لأنه خدم ثلاث سنين في هذا المكان وأسس كنائس كثيرة بيتكلم عن حالة الأمم قبل أن يأتي المسيح وبيتكلم بالأوصاف اللي كان اليهودي بيوصف الأممي كان يسمى غرلة يعني الشخص الغير مختون ومعاملات اليهود كان للأمم نظرة دونية ونظرة سلبية إلى درجة كان البعض يقول الله خلقهم ليكونوا وقود نار جهنم وأيضا اليهودي كان يصلي أشكرك لأنك خلقتني يهودي وليس أممي فطبعا ممنوع تتعامل معهم ممنوع تتزاوج معهم إذا يهود تتزوج بأممية مثلا بيعملوا جنازة بيعتبروا هذا الشخص كأنه مات كليا فالجماعة الغير المختونين كانوا بلا عهد يعني غير عن شعب الله مش بيتمتعوا في العهد اللي كان اليهود بيتمتعوا فيه أيضا وصف آخر يقول أنهم بدون مسيح بالنسبة لليهودي كان بينتظر مجيء المسيح وبالنسبة لليهودي كان فيه هدف في الحياة وفيه هدف في التاريخ فكل التاريخ بيصير إلى مجيء يسوع المسيح ففي حياتهم فيه هدف للتاريخ أما بالنسبة للأمم فكانوا يعتبروا أجانب ويقول كتاب بلا رجاء يعني شخص عاجز ما عندوش أي رجاء أو أي أمل مثل اليهودي في مجيء المسيح في قيامة الأموات في الحياة الأبدية بالنسبة لليهودي المسيح يعني حكم الله فبالنسبة لليهودي كان حكم ثيوقراطي حكم الله على الشعب فبتشوف من خلال هذه الكلمات كان فيه انفصال كامل بين اليهود وبين الأمم وهذه الحالة وصفها بولوس الرسول قبل أن يأتي المسيح ابقوا معي سأواصل حديثي بعد قليل سأواصل حديثي بعد قليل الكامل في مجال تحديثي بعد قليل على شكرا جوة من الأممم أممم 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 تحديثي بعد قليل اللعшей للمشاهدات بإمكانه المصر إلى تجربة إلى كل أشخاص ولكن يمكن أن قام بها لعلك الشخص بإمكانت الأشخاص أن السعلي بالرحلة وكذلك قام بأنه كان على المشاهد المصر هم كانوا منضع بإمكانه لأنه فقد قمتها literature somebody saw that and said oh he's playing around while Rome burns and that could have been the origin no generally scholars say that uh... they give Nero a clean bill of health here the fire began accidentally uh... in a squalid collection of uh... hudson the city east of the Kirkus maximus the great hippodrome in rome seating 250 000 and uh... then raged on for ten days and now people are destitute and they're furious and there's no orderly television news reporting and so they don't know how the fire began but it happened on Nero's watch and for that reason his throne is now tottering and to save himself and that's exactly what Tacitus tells us the great Roman historian to save himself Nero now blames the Christians and so by this fluke then this wrong accusation we have the beginning of at least two and a half centuries of persecution until Constantine the Great comes along the first Christian emperor and takes the heat off من واصل حديثنا من مدينة أفسوس القديمة على فكرة بس أذكر المشاهدين إحنا عم نصور في أفسوس ودرجة الحرارة أربعين درجة مئوية ولما بصور بحاول أقدم هذا التعليم بحس كأنه أنا يعني بتشوي من حرارة الشمس لكن أقولها بمحبة بحب أعمل هذا الشيء وبتمتع في عمل هذه الأمور فإذن كان فيه انفصال كامل بين اليهود وبين الأمم يعني الأمم كانوا بدون المسيح بدون هدف بلا عهود ما كانوش من شعب الله بدون جنسية ما كانش عندهم المواطنة يعني كان الشخص اليهودي كان بيدرك أنه في المسيح رح يأتي ويجمع الشعب ويكونوا شعب واحد وأيضا كانوا بدون رجاء لكن بولوس بيتكلم مغمور بالنعمة وهو في السجن ليشجع كنيسة أفسوس ويقول ما عمله الله اللي عمله الله أول شيء عمل المصالحة بين اليهود وبين الأمم طبعا لازم ندرك الفكر القديم يعني كان عداء غير عادي بين اليهودي والأممي كان اليهودي يحتقر الأممي والأممي كان يعتقد أنه اليهودي متزمت رجع متخلف إلى آخره فإذن كان هذا العداء الشديد بين اليهود وبين الأمم فالله اللي عمله من خلال المسيح هو المصالحة شيء تاني كان فيه عداوة بين الخطى وبين الله الله غضبان على الخطية لأنه مكتوب أجرة الخطية هي موت وغضب الله معلن من السماء على فجور الناس وإثمهم فلما وصف بولوس حالة الإنسان البعيد قال أنه أموات بالذنوب والخطايا وأيضا بالطبيعة أبناء الغضب أبناء المعصية كنا نعمل مشيئات الجسد وشهوات الجسد يعني منتبع رئيس سلطان الهواء الشيطان وسلطان أو نظام هذا العالم والجسد والطبيعة القديمة هذه كان فيه عداوة لأن الله قدوس لا يستطيع أن ينظر إلى الشر فغضب الله معلن على خطية الناس فالمسيح حل المعادلة لأنه الله أيضا محبة جاء لكي يصالح الإنسان مع الله يمسك بيد الله مع يد الإنسان ويكون مصالحا من خلال دمه أنتم البعيدين صرتم قريبين بدم يسوع المسيح شيء آخر عمله ويعتبر معجزة المعجزات الاتحاد الوحدة الوحدة بين اليهود والأمم صاروا جسد واحد في يسوع المسيح هذا كان غير مسموع بسمي بولوس السر المكتوم الذي أعلن غرض الله أن يجمع الجميع يكونوا جسد واحد فعملهم أمة واحدة عائلة واحدة وهيكل واحد وأيضا هذه الوحدة هي في المسيح يسوع ما عمله المسيح كسر كل الحواجز العرقية والدينية والجنسية أيضا جمعهم وحدهم في شخصه المبارك يقول الكتاب لأنه هو سلامنا ليس سلام الاتفاقيات ليس سلام النقاشات والمحاورات ليس سلام المعاهدات وليس سلام السلم لكن سلام حقيقي بعمل الرب يسوع المسيح من خلال موته على الصليب ومن خلال هذا العمل يقول الكتاب المقدس أنه محى نموس سق الخطايا وكل متطلباته لأن غاية النموس هي المسيح فالنموس يحكم على الإنسان النموس مثل المرأة يظهر خطية وبشاعة الإنسان لكن من يخلص؟ جاء المسيح ليخلص اليهود وليخلص الأمم ويجمعهم إلى واحد ويكون وحدة واحدة معه جسد واحد ما أمجد عمل المسيح وهذا العمل من أجلك وموجه إليك وصلي من كل قلبي أنه تعلن اليوم اعترافك وتوبتك وإيمانك في شخص المسيح يسوع الرب يباركك اشتركوا في القناة 12th century A.D. We're talking about 100-199 shall we say the church could grow more or less unhindered by the Roman state there were a few Christian superstars who were persecuted more or less to keep the Christians controlled you might say Polycarpa Smyrna would be a case in point Ignatius is another case in point under the five good emperors of Rome yeah don't blame the five good emperors they were again forced by their governors who were pleading with them can we please persecute these people because the pagan priests are crawling up our back and so generally though the Christians themselves were fairly well let alone a lot of people I'm going to go to the city of Ephesus from the city of Ephesus and in this episode we're going to talk about a very important issue about the secret I want to thank you to watch this episode that will be a consequence of your life I'm standing in the city of Ephesus in the city of Ephesus in Ephesus was a 300,000 people that was considered a trade and a cultural city and a religious city and a religious city but it was also a city of Artemis as people who come to the city from all over the world come to this country and go to the city and go to the city and go to the buildings and the buildings and the buildings and many people and enjoy and beyond and also and to have ải موسيقى نوصل درستنا في هذه الحلقة عن السر العظيم بولوس الرسول بيكتب لا الكنيسة الكنيسة كانت في فكر الله منذ الأزل لكن الكنيسة لم تكن معرفة في العهد القديم الاصطلاح اللي كان متعارف عليه كاهل أو إكهلة تعني جماعة تتكلم عن شعب إسرائيل أنه الله خصصهم فرزهم حتى يكونوا مملكة لإله فصار يسمى شعب الله لكن فكرة الكنيسة كانت بفكر الله وبحاول الله يجمع كل التاريخ في شخص يسوع المسيح فالكنيسة أيضا هي طبعا عضو أو جسد مهم جدا وكيان مهم بحسب كلمة الله فبولوس بحاول يعلن عن هذا السر إنه هذا السر كان موجود يمكن كان مخفي مش الكل كان بيعرف عنه إلا إذا شخص عنده نظرة روحية أو نبوية للمستقبل لكن في رسالة أفسوس هي رسالة السمويات وهي أيضا رسالة الكنيسة فالسر العظيم اللي بيتكلم عنه الرسول بولوس هو الكنيسة اسمع ما يقول في رسالة إله الأفسوس وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل لاحظ الكلام أخضع كل شيء تحت قدميه اللي هي الكنيسة فالكنيسة هي الأداة اللي بتنقل عمل المسيح في هذا العالم وأيضا يقول الرسول بولوس إنه بإعلان عرفني بهذا السر إصحاح ثلاثة وآية ثلاثة يقول أيضا في أجيال أخر لم يعرف به بن البشر إن الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل ويقول أيضا الرسول بولوس عن هذا السر أحبائي وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور فإذن بولوس بيعلن عن هذا السر فالكنيسة هي جسد يسوع المسيح فكرة الكنيسة تنبأ عنها يسوع المسيح في قيصرية فليبوس عندما سأل التلاميذ من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان أجاب بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي أجاب يسوع وقال له طوب لك يا سمعان بن يونة إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السموات وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الكنيسة أبني كنيستي وأعطيك مفاتيح الملكوت فإذن الرب يسوع تكلم عن كنيسته أنه سيبني الكنيسة فالكنيسة هي ليس مجرد هيئة لكن تتكلم عن جسد حي هيكل حي أعضاء حية لكن هذا السر كان مكتوم منذ الدهور فاتعرف عليه في هذه الأيام الأخيرة أي من خلال أيام المسيح أيضا هذا السر شيء تاني السر المكتوم هو أن الأمم صاروا شركاء يعني بالموعد وصاروا أسرة الله وصاروا أيضا مع جسد المسيح فالرسالة التي ابتدأت لليهود أيضا هذه الرسالة أو نفس الرسالة أيضا إلى الأمم فهذا السر المكتوم أنه الله في نظره في فكره منذ الأزل أن الأمم يكونوا شركاء شركاء في هذا الموعد وشركاء في هذا الجسد أن الأمم أن يأتوا إلى معرفة يسوع المسيح إخوتي وأخواتي سأواصل الحديثي لكن ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى 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 بالموسيقى موسيقى 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 we had a fifty-year period in which there were twenty-two emperors in fifty years the average tenure was two and a half years a terrible time of civil war of murder at the summit one Caesar being murdered by the Praetorian Guard and they didn't like him and the Praetorian Guard does it again to the next Caesar it's just a terrible time until somebody says aha! pagan priests المؤسسات الى استخدم مقاروة فهمت بسبب أن يدعى بسبب أمبر ديشيس منطق أيضا من المؤسسات ومن طلعين أنه فهل أنه سهل الأول عام بسبب اولئي بسبب سيستمتك إليس بسبب من المدينة للغاية من الدولة من الدولة بطريبا، من قطعة حربية 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 حربية. leading ايبارة شركة حربية حربية تأتي بسarيت. كان سياجة داخلت ان استخدام ذلك سيطيفيها. سيطيفيها المترجم أن تهتم وصلنا حربية حربية الحربية من المترجم. وإن داخلت أن يكون معاوك على البوكس، وبين أن تأتي قلت لمن ثلاث وجبتي. فل��rene تتلك الحساباتات. كان بشيئا لنبدأ. لنبدأ عن رغبست الجميل ذاكي. لي yükعوم بشيئا بمال الاشتراكية. ويهدفهم بكسيئا ونبدأ لنبدأ. ويعتم بشيئا بشيئا في الشيئ. ولكني أستمرنا لنطبق الوصف. ولكنة كان لن نبدأ. فهدفهم أصبقوا بالجميلة والمناتسابة بالجميلة والمناتسابة. فهلوا هذا المسيسيئ. هذا سيكون إن ديشيس كانت حيث 20 عاماً كميراً لا أعلم ما سيحدث في المجلسة الكريسية لا يمكن أن تحدث عن إجراء الله لأنه كان ذلك كبير من وصل دراستنا عن السر المكتوم قلنا أن هذا السر كان غير معرف في القديم فكرة الكنيسة والشيء الثاني في هذا السر أن الأمم أيضاً يكونوا جزء من الكنيسة في جسد المسيح فأراد أن ينير على هذا الموضوع ويريد أن يعطي مكاني خاصة خلي في بالك أن هذه البلد كانت بتمارس عبادة أرطميس ويوجد هياكل في كل مكان والعبادات الوثنية كان فيها إباحية مثل أنا قريب من مكان الدعارة اللي كان جزء من العبادة وهكذا الناس كانت تنغمس في حياة الشر والشهوات واللذات أيضاً فتخيل اليهودي المتدين واليهودي اللي عنده العهد والشريعة والنموس والاستنار من كلمة الله والأمم اللي كان بمارس العبادات الوثنية الإباحية اتنين آمنوا في المسيح فأصبحوا جسد واحد في المسيح يسوع اعتمدنا لجسد واحد وصقينا بالروح الواحد فالكنيسة هي حقيقة هي جسد المسيح الكنيسة هي هيكل الله هي عروس المسيح هي جماعة القديسين المفديين هي جماعة المدعوين اللي الله دعاهم من الخارج حتى يكونوا شعب الله وأما أنتم فجنس مختار كهنوت ملكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب قال وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور والمسيح أيضا بيتكلم في يعني من خلال بولوس الرسول لما بيتكلم عن الكنيسة بقول له المجد في الكنيسة إلى جميع أجيال دهر الدهور المسيح بيتمجد من خلال الكنيسة ورسول بولوس أيضا بيذكر في رسالته عن السر العظيم طبعا بيتكلم عن اتحاد الرجل بالمرأة فيكون الاثنان جسد واحد ثم يقول هذا السر العظيم ولكن أقول من نحو المسيح والكنيسة فالمسيح هو رأس الكنيسة كما يقول كتاب أيها الرجال أحب نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها ثم يواصل حديثه في الإصحاح الخامس لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لغضنا ولا دنس فيها من هذا الشيء فإذن الكنيسة مقدسة من جوة ومن بر أيضا المسيح هو رأس الكنيسة رأس الجسد المؤمنين من كل أنحاء العالم سواء وثني سواء يهودي سواء اللي بيشاهدنا سواء مسلم أو مسيحي سواء يهودي صيني أو تركي أو ياباني أو أمريكاني أو أوروبي عندما نؤمن بالمسيح فنحن نصبح شعب الله كنيسة الرب جسد يسوع المسيح وهذا امتياز كبير جدا أحبائي اللي بيتكلم عن نمو الكنيسة ولاحظ أن الكنيسة لا تقف عند الاضطهاد مع أنه حدث اضطهاد شديد في هذه المنطقة بولوس نفسه بيتكلم كأسير كان في سجن روما لكن كان مغمور في الحياة وبحضور الله فشجع الكنيسة وبيتكلم لهذه الكنيسة وواصل رسالته حتى من السجن حتى توصل الرسالة لكل أنحاء العالم أنا بصلي من كل قلبي أنه هذه الرسالة كانت سبب بركة لحياتك وتأمل وتذكر أنه لما بتؤمن بالمسيح أنت تصبح جزء عضو في جسد المسيح الرب يباركك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة